ما بين مديرية التقاعد ومديرية الشهداء في محافظة الأنبار تكمن معاناة هؤلاء النسوة العراقيات نساء فقدنا أزواجهن وفقدنا أطرافهن أو إحداها بسبب الحرب والعمليات العسكرية وبقينا بلا معيل ليضطرن إلى اللجوء لمديرية التقاعد أو مديرية الشهداء في الأنبار لاستلام تعويضهن الشهري والذي لا يكفي لسد احتياجاتهن وعائلاتهن إلا أن رواتبهن قطعت منذ أشهر بذريعة وجود معاملات مزورة نحن مصابين ضحايا الإرهاب توقفت رواتبنا من تاريخ 2-4 لحد الآن لا يوجد أي شيء لا يوجد التقاعد لا يوجد ناجعنا لا يوجد لحد الآن لا يوجد أي حال حتى اللجان لحد الآن لا قعدت ولا باشرت كل أسبوع يقولون هل أسبوع وهل أسبوع سوجنا خطف في 2016 لحد الآن ما بين أي شيء من عنده ولا ما عندي أي معي وعندي أطفال نحن نريد يعني رجع رواتبنا بأسرع وقت يعني نحن عايشين على الله وعلى هالراتب أنا مصابة حقيقية يعني قاعدة إيجار الطبيب هاي ما أقدر صالي 3-4 ما أقدر أشتري العلاج عيشها ما أقدر أعيش يعني طالب الحكومة طالب الخيرين طالب الناس الخيرة أن يلتفتون علينا على هذا الموضوع مؤسسة الشهداء يعني نريد أن ترجع لنا رواتبنا بأسرع وقت وبجانب قلة الدعم المالي وقطعه في الأشهر الماضية تواجه النساء المتضررات عراقي لشتى حيث أكدنا أنهن يخضعن للمساومة والابتزاز لنيل حقوقهن الأساسية يا أبو الله دائرة التقاعي ضيم وظلايم أقسم لك بالله يشتاومون مساومة كومين يريدون كومين يريدون حتى الفروقات يريدونها كلها لهم دمرونا دمار المعاملات الأصولية مستوفية الشروط مرفوضة من قبل مديريتي التقاعد والشهداء ولا يمكن إنفاذ أي معاملة تقاعد دون دفع الرشوة والحال نفسه في أغلب الدوائر الحكومية كما يؤكد شهود عيان عمين تروح تراجع أنه أنت ما عندك واسطة أو شغلاتك أصولية ما يمشوك إياها يساومك بالنص أو أما من ناحية الفروقات يعني يساومك بالنص وفاكها خمس ملايين هاي مساومة معنا ويطلع لك الفروقات هكذا هو حال آلاف النساء العراقيات التي فقدنا المعيل وتعرضنا للإعاقة منذ سنوات ليحرمنا في نهاية المطاف من حقوقهن المالية شكرا شكرا